لشان كده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة اللهم بتوجه بالتقنية الى ابطال مصر في دورة الالعاب البرلمبية باريس 2024 الذين رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية وهم محمد المنياوي الحائز على الميدالية الزهبية في رفع الاسقال رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الزهبية في رفع الاسقال محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الاسقال فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الاسقال صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الاسقال ناديا فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الاسقال والمنتخب البرلمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية لقد مثلت نجاحتكم علامة مضيئة لمصر وإثباتا أن المصريين قادرين أو قادرون دوما على التحدي وتخطي الصعاب فحقا إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فقر لأبناء هذا الوطن الكريم هذه كانت رئاسة أو رسالة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطلنا في دورة العاب البرلمباية اللجنة البرلمباية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تقدمت بجزيل الشكر والإمتنان والعرفان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم واهتمامه البالغ بأبناءه الأبطال البرلمبيين والذي أصمر عن تتويج البعثة المصرية بسبع مدليات متنوعة في دورة الألعاب البرلمباية باريس 2024 وتؤكد اللجنة البرلمبية المصرية أن اهتمام فخامة الرئيس كان بمثابة الحافز والدافع لتحقيق إنجاز باسم مصر يكتب بحروف زهبية في سجلات التاريخ الرياضي ترجمة نانسي قنقر